مساء الخير لم تبرز اختراقات في الجدار الحكومي لكن صورة مواقف الاطراف باتت اكثر وضوحا فهناك الحريص على البلد وقيام مؤسسات فاعلة كمثل الرئيس نبيه بري الذي اكد تكرارا انه مستمر في مبادرته وان تنفيذها سيكون محل ربح للجميع عندما تتألف الحكومة وعلى الضفة الاخرى هناك المزايدون والشعبويون والمحردون والضاربون الدستور بعرض مصالحهم الضيقة هكذا يجري السباق بين محاولات التعطيل ومساعي التأليف فيما المطلوب قولا واحدا ان يضع الجميع يده لانتشال لبنان من ازماته التي تغرقه يوما بعد يوم وذلك لا يكون الا عبر التجاوب مع مبادرة لبنان بدلا من تعميق المشكلة والدفع بالبلاد نحو هوة اعمق وعلى هدي هذه المساعي تستمر عينتيني هي محور الحراك بامتداداته الداخلية والخارجية ولا سيما الفرنسية وفي هذا السياق اندرج لقاء الرئيس نبي بري اليوم مع سفيرة الفرنسية انغريو التي زارت لاحقا بيت الوسط ومن بيت الوسط ايضا اعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان الرئيس بري ما زال بانتظار الجواب على المساعي التي بذلت ضمن مبادرته وحتى تاريخه لم يبلغ الا بعض البيانات والتصاريح التي تحمل في طياتها موقفا سلبيا املا ان لا يكون ذلك الا من باب التحفيز للاسراع في تشكيل حكومة وقال اذا كانت هذه هي الغاية فاهلا وسهلا ونحن لها وان لا فيجب ان يخرج من بابنا البال ان هناك امكانية لاحراج الرئيس الحريري ومن ثم اخراجه كونه يعي تماما مضمون المهمة الدستورية الملقات على عاتقه وبالحديث عن دستور رد النائب قاسم هاشم على البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية اليوم فاشدد على ان الرئيس بري يقوم بواجبه الوطني وهو اكثر من ينادي بالتزام الاصول الدستورية للوصول الى تشكيل حكومة وحفظ مصلحة لبنانيين مشيرا الى ان البعض يحاول خلق اعراف جديدة هي ابعد ما يكون من الدستور فيما المهم ان يلتقي المعنيون بتشكيل الحكومة بدل من الاستمرار في التقاض في المسئولية ورميتهم جزافا